آلة فليس لذكر الله وقت مقيده فذكر إله العرش سرا ومعالنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيراك دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد ولكننا من جهلنا قلى ذكرنا كما قل منا لله التعبد الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسول الله أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك أرحمني إنك أنت الغفور الرحيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم اللهم ثبتنا ثبتنا بالإيمان ثبتنا باليقين ثبتنا يا ربنا يا مولانا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يوم تضل الظالمين إنك على كل شيء قدير ألا ليت أني حين تدن منيتي ألازم ذكر الله في كل حالتي وآخر رمق من حياتي ختامه بكلمة إخلاص لباري البرية أحبتي في الله لعل البعض قد يعتقد أن الذكر هو مجرد أن يتمتم اللسان بقراءة آيات القرآن أو أن يلهج بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة وسائر هذه الأذكار نعم هذا من ذكر الله بل هذا من أخص أخص ذكر الله لكن ذكر الله أعام من ذلك ذكر الله أقسام عديدة سوف نتكلم عنها جملة وتفصيل فنحن نعلم أن هناك ألوانا وأنواعا من الذكر تستوعب حياة المسلم في يومه وليلته وفي دنياه إلى آخرته فمثلا نجد أن من أقسام الذكر ذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ذكر المعرفة أن تذكر الله تقول أنا أعرف ربي أنا أعرف الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنا أعرفه ذكر المعرفة بذكر ربوبيته وبالتوجه إليه وحده بالعبودية بذكر إلهيته وبذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلا هذا نوع من أنواع الذكر وهو من أجل وأعظم أنواع الذكر هناك نوع آخر من أنواع الذكر وهو ذكر الله عند ذكر أمره ونهيه عندما نقرأ قول الله تعالى أقيم الصلاة وآت الزكاة أفهم على طول أن الله يأمر هناك رب جليل قد أمر وهو يراقب وهو يحاسب وهو يثيب وهو يعاقب ذكر الله بذكر أمره ونهيه وحلاله وحرامه وكذلك ذكره عند أمره ونهيه بالإجابة بالاستجابة هذا لون آخر من ألوان الذكر وهناك قسم ثالث ولون ثالث من ألوان الذكر وهو ذكر الله عند النعمة يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون هنا تذكير بالنعمة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وهذا الذكر يكون بمعرفة النعم ومحاولة الوقوف عليها مع أننا لن نحصيها ولا نحصيها لكن كلما كلما استشعرنا نعمة رددنا الفضل إلى صاحب الفضل إلى واهب النعم سبحانه وتعالى فلهجت الألسنة والقلوب بشكره والثناء عليه ومحبته والرضى به والرضى بما يأمر وما ينهى وما يفعل ثم نجد أيضا لونا رابعا من ألوان الذكر وهو ذكر الله عند القضاء الذي لا نحب قضاء المصيبة وكل إنسان مننا يتعرض في دنيا لمصائب وبليات من مرض وتعب ووجع وموت حبيب وفقده وفقد مال وغير ذلك مصائب كثيرة تترى وتتوالى على الإنسان يبتل الله عبيده وعباده بالخير وبالشر وهنا لون آخر من ألوان الذكر قسم من أقسام الذكر وهو ذكر الله عند المصيبة باستحضار معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى وقدر وأنه لا راد لقضائه ولا معقب على مشيئته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن كل شيء بقدر عندها يعلن الإنسان الصبر الصبر على المصيبة فيصبر وربما يتجاوز حالة الصبر إلى حالة الرضا أن يرضى عن الله في قضائه وإن كان مؤلما يستشعر رضا لأنه استشعر معنى الابتلاء والاختبار فأراد أن يكون من الفائزين وأخيرا ربما نجد لونا آخر وهو عجيب وغريب وهو ذكر الله عند المعصية نحن قلنا من قبل إن المعصية لا تقع من المؤمن إلا في حال الغفلة والغفلة ضد الذكر فكيف يكون الذكر عند المعصية أقول يكون الذكر عند المعصية قبلها منبها منبها انتبه يا عبد الله هذه معصية هذه كبيرة أو حتى هذه صغيرة الله ينظر إليك الله يراك هل تتجرأ عليه وهو يراك لا يكن الله أهوانا ناظرين إليك فهنا يقشعر البدن ويجل القلب ويعرض الإنسان عن ذنب ومعصية حدثته بها نفسه أو عرضت عليه أو وسوس بها شيطانه فإذا ما غلبت الغفلة ووقع في المعصية بقيت أمامه فرصة فرصة أن يرجع أن يرجع عن الذنب وهو فيه فإن لم يرجع عنه واستمر فيه بقيت أمامه فرصة ثالثة أن يرجع عن الذنب بالتوبة أن يتوب إلى الله والله سبحانه وتعالى يحب التائبين يقول ربنا تبارك وتعالى ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون هذه أقسام منبهات مذكرات تبين لنا كيف يكون العبد ذاكرا في كل أحواله وكيف يكون العبد ذاكرا في كل حالاته ويعرف بها أن الذكر ليس له وقت مقيد فإذا أضفنا إلى ذلك ذكر الموت وكلنا يموت لا أدري أنا متى أموت ولا تدري أنت متى تموت لكن الذي أعلمه يقينا وتعلمه أنت يقينا إنك ميت وإنهم ميتون الذي أعلمه أنا يقينا أنني سأموت وأنك ستموت وذكر الموت أيضا ينبه الإنسان ليقلع عن الذنوب والمعاصي ليختم حياته بالخير ليواضب على خير يختم له به في حياته وكذلك ذكر الجنة وذكر النار هذه أقسام ذكرتها إجمالا وإن شاء الله سأذكرها قسما قسما على سبيل البيان والتوضيح والتفصيل لكي يتعلم العبد كيف يكون ذاكرا لله في كل أحيانه وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا دائما وأبدا إلى طاعته ومحبته وأن يملأ قلوبنا بمحبته والرضى به والرضى بقضائه والرضى بدينه والرضى بنبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من السائرين إليه السالكين إلى سبيل مرضاته وجنته إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته